خلينا نوخد مكالمة معنا الأخت رواء أهلا وسهلا أخت رواء أنت معانا على الهوى سلام ونعمة المسيح تملأ قلوبكم ربي بارككم سلام المسيح معك يا أخت رواء كنت عاوز أسألك طبعا أنت تحولت أنت عابرة وتحولت إلى المسيح ما كانت الأسباب التي تخلتك تأمن بالمسيح في البداية هي أسباب كثيرة أتكلم عن نفسي أنا بسبب التناقضات الموجودة في القرآن لكن ابني طبعا سبقني بالقبول للرب قبلي تقريبا سنوات فكنا دائما نتناقش وداما يذكرني بالتناقضات الموجودة في القرآن وأنا كنت أدافع بدون ما أفكر فكان عندنا خوف بأن نقول هذا شيء بين هذا كفر واحد يتكلم هذا خطأ أو هذا ما يجوز لأن هذا باعتبار كلام الله مقدس فمستحيل أحد يتناقش بالآيات القرآنية هذه صحيحة أو غير صحيحة أو غلط أو مستحيل نعتبره كفر فكنا نتناقش في داخلي طبعا أنا كلامه منطقي كان ابني لكن كنت أدافع بدون بحث بعدها دخل الشك قلبي وقمت أبحث يعني أبحث بس بدون يعني علم ابني حتى لا يقول بأن يعني عدا أبحث بأن أنا ضعيفة أو ما أعرف أدافع وكذا فبحثت وجدت يعني كثير شغلات متناقضة صحيحة فبعدها مندخل الشك بقلبي تقريبا أنا سنة تركت القرآن ما أقدر أقربي أشعر نفسي يعني منافقة شك بقلبي وأقرأ قرآن فبتعدت عن القرآن ما قدرت أقرأ حتى الصلوات كانت يعني ما ملتزمة بيها مثل قبل يعني وتركتها في الفترة الأخيرة لمندخل الشك بقلبي يعني فبعدها تساؤلات بناتي وأولادي يسأل ليش كذا ليش كذا فكل علامات استفهام صارت وما لقي لها جواب شافي يعني مقنع فكل هاي الأسباب يعني خلتني أفكر وأعيد النظر ثاني يعني فعن طريق يعني ابني وناس هو متعرف عليهم مؤمنين التقينا بيهم وصلوا لي الصلاة يعني قالوا خلينا صلي فصلاتهم لمست قلبي وأثرت فيها كثير وبعدها جوعدنا وزارونا معهم يعني أخ مؤمن آخر وتناقشنا بكثير التساؤلات اللي عندي والأشياء اللي أردت لها جواب ما كنت ألقي فوجدت الجواب اللي كنت أبحث عنه فبعد يعني آخر شيء قال الآخر المؤمن قال إذا اطلبي من رب بأن يظهر لك ياورو عرفني عن نفسك ياورو يعرفني عن ذاتك قبل ما تنامين فقبل ما نمت قلت هذا الكلام ياورو عرفني عن نفسك عرفني عن ذاتك فنمت وشفت رؤية بأن أنا في مكان مثل الصحراء ومكان تبعد مترين عن عن مكان لشخص واحد لتقدم إلى هذه البقعة الله يطيره إلى فوق فتقدمت هاي المترين ووقفت بهالمكان اللي هي مع الشخص وأله طيرني إلى فوق في مكان بيها مقاعد بعكس المكان اللي كانت في الصحراء مكان بيها متلقاعة بيها مقاعد وأجلسني على مقعد فكانت هذه الرؤية يعني إشارة إلهية على الكلام اللي قالوا الأخ اللي هي طيب بعدها كانت يعني جرأت بأن أدخل المسيحية إلا كان عندي خوف قلت له أنا يعني قلبي يريد أدخل بس يعني عندي بهجة شيء يدفعني أدخل بس عقلي يقال لي لأ أنت أجدت تعملين ليش أنت كذا كنت متدينة كنت تصالين تعبدين تقرين القرآن كذا كذا فقال لي تخلصي من هذا الخوف وأطلقي نفسك للعنان فبالفعل فعلت هذا الشيء وفعلا تحررت من الخوف فأشكر الرب اللي سخر يعني استخدم ابني وناس مؤمنين بأن أقبل هذه الهدية أقبل الرب يسوع للحياة الأبدية اللي هي فأشكر الرب وأنا الآن يعني حاليا نفسيا مرتاحة ومستقرة نفسيا وسلام داخلي عندي وعندي بهجة بالقلب فأشكر الرب وأشكر كل اللي كان ساهم في هدايتي يعني في قبول الرب مسئل يسوع أمين كنت عاوز أسأليك ولو سريع أختي رواء شو التحديات اللي وجهتها بعد ما آمنت بالمسيح نعم طبعا التحديات اللي بعد ما قبلنا الرب يسوع خصوصا أنا في بلد ما يتوجد فيه مؤمنين في كل مكان ونسبة جدا قليلة وكيد يكون يعني محاربة من سكان البلد وكذلك كنيسة عربية ما يوجد في بلدنا يوجد في غير مدن وإذا ردت يعني أذهب إلى غير مدينة يطلب مني إذن من دائرة الهجرة وصعب يعطوني الإذن يعني فهي الأشياء التحديات وإذا اجتمعنا كمؤمنين نحن في بيتنا أو بيت أحد من المؤمنين ما ناخذ راحتنا في الترنيمات ويعني في دراسة كلمة الرب يعني بسبب الجيران ما ناخذ راحتنا يعني نو الرب الرب يحبيك أخت رواء والرب يباركك ورب يستخدمك وربنا يعطيك كل أسرتك أنا سامعك أنا سامعك ربنا يعطيك كل أسرتك تكون للمسيح شكراً كتير أخت رواء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر